موسيقى نشرة آخر اليوم من قناة المهرية والبداية بالعناوين موسيقى استحداثات متواصلة للسعودية في المهرة ومجلس الإنقاذ يتوعد بمواجهة المشاريع الاحتلالية موسيقى ميليشيا الانتقالي تنظم عرضاً عسكرياً في سقطرة بمشاركة آليات سعودية والإمارات تسير رحلات مباشرة موسيقى جنات واسعة لمحاولة اغتيال مسؤول في الهلال الأحمر التركي بعدن ودعوات للكشف عن المتورطين موسيقى ألمكم مشاهدين إلى نشرة جديدة نتناول فيها أبرز التطورات في المهرة وسقطرة وملفات أخرى موسيقى 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 إليكم مرة أخرى كشفت مصادر خاصة للمهرية أن القوات السعودية تواصل استحداثاتها في منفذ شحن الحدودي الذي اقتحمته بقوات عسكرية نهاية أغسطس الماضي وأكدت المصادر أن القوات السعودية أدخلت مواد وأدوات بناء وأسلاكاً شائكة إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان تحت مسمى إعادة تأهيل المنفذة وأضافت المصادر أن زيارة وكيل الشؤون الفنية سالم العبودي جاءت بعد الاستحداثات الأخيرة وبناء الأبراج العسكرية التي أنشأتها الشركة السليماني بتمويل السعودية وأشارت أن زيارة العبودي تأتي ضمن الخطط السعودية للسيطرة على المنافذ البرية في المحافظة قال نائب رئيس مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في محافظة المهرة الشيخ محمد سالم قمصيت إن المجلس حمل على عاتقه قضايا كبيرة منها القضية الجنوبية ووقف الحرب والتدخلات الخارجية والدعوة إلى السلام والمصالحة الوطنية وأكد قمصيت في تصريح للمهرية أن المجلس يناهض ما تقوم به السعودية والإمارات من احتلال للأراضي اليمنية والجزر والموانئ مشيرا أن أبناء المهرة لن يقبلوا بما تخطط له السعودية من مشاريع احتلالية وسيقاومون تلك المشاريع ويدافعون عن أرضهم وكرامتهم أحمل هداف المجلس الإنقاذ أول تحقيق القضية الجنوبية عادلة وتحفيظ عن الواحد اليمني الشعب اليمني بشكل عام واللي يريد المشاكل واللي يريد الحرب ونحن ضد الحرب وضد المشاكل وضد أي تفرق في شعب اليمني نحن ندعو كل شعب اليمني بالتفاف حول هذا الشيء مجلس الإنقاذ الشعب الإنقاذ مجلس الإنقاذ اليوم نحن معانا قلتها مثل ما أكررها مرة ثانية أننا نحن لسعودية والأمارات نحن كان سعودية لا احترام عندنا ولها مواقف وكان قد احتضنت كثير من الشعب المهري وشعب اليمني بشكل عام عندها لكن نحن اليوم جاءتنا سعودية وخاصة الأمارات معاها أنها تريدوا ما تريدوا السلام في المهرة تريدنا احتلال في المهرة ونحن الاحتلال ما نقبل في المهرة ولا نقبل الاحتلال نحن ضد الاحتلال والأمار نقول السعودية ونقول الأمارات تمد السلام معانا حيها الله ما نريد المشاكل ما تريد تمد السلام ونحن مناظلين عن أرضنا وعن كراميتنا أرض المهري وعرض اليمني لما يتحقق أحداثنا بقدرة الله إن شاء الله وعلى صعيد آخر دع الشيخ قمصيد قبائل المهرة المقيمة في الربع الخالي والتي تطالب السعودية بالجنسية للعودة إلى أرضهم وبلدهم وأكد أن قيادات مجلس الإنقاذ الوطني ستكون في استقبالهم لكن اليوم نحن السعودية شفناها في أرضنا وخاص في المهرة ما تريد الله ما يتريد السلام تريد احتلال بل واضح ومن أول قد سقلت المهرة من أول أنها تسقلهم من كل واحد مهري من أرضه وتقول وطع ذي قنسية اليوم القنسية قدلهم من عشر سنوات محقوزين في السعودية لا بجواز لا بشغل قاعدين لكن المهرة قرروا مسيرهم اليوم اللي هم في السعودية قرروا مسيرهم اللبثباتهم كامل أو خروجهم من السعودية إلى الخراخير وإلى أرضهم ونحن في استقبالهم إن شاء الله وحقوقهم في أرضهم موجود واللي هولهم موجود في أرضهم من جهته طالب رئيس دائرة الشيوخ في مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي بمحافظة المهرة محمد سعيد بلحاف الحكومة الشرعية برفع الغطاء عن الوجود العسكري السعودي في المهرة وأكد بلحاف في تصريح للمهرية أن القوات السعودية تقوم بمضايقة أبناء المهرة في الموانئ والمطارات والسواحل وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي تقوم بها تلك القوات لأن هذه القوات ليس لها داعي أن تبقى في هذه خاصة في محافظة المهرة بوابث المنى الشرقية ليس لدينا أي مشكلات أو أي مواجهات عسكرية وإنما المحافظة آمنة وآمنة بأهلها ورجالها الأحرار والثوار الأبطال في هذه المحافظة نأمل أن من القيات الدولة أن تعطي توجياتها بالترفع عن هذه القوات من محافظة المهرة والعودة إلى ما كان عليه سابقا وترك الشان اليمني لليمن إلى ذلك دعا بلحافة جميع أبناء المحافظات الجنوبية إلى الانضمام لمجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي لمواصلة النضال وتحقيق الأهداف الكبيرة التي سعى المجلس لتحقيقها أضف بلحافة بمناسبة مرور عام على تأسيس المجلس أن انطلق مجلس الإنقاذ من المهرة حمل دلالات عظيمة وشرفا كبيرا لأبناء المهرة نهني ونبارك لقيادة مجلس الإنقاذ الوطني ممثلة باللواء أحمد كحطان رئيس مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي والأمين العام أزال الجاوي وأمين العام المساعد وكل أعضاء مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي وذلك بالذكرى الأولى لتأسيس مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي الذي أسس في 19 أكتوبر 2019 في محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية في عاصمتها الغيظة كما أن أهداف مجلس الإنقاذ الوطني هو من هدافه هو توقيف الحرب في اليمن وأيضا رفع الحصار على الشعب اليمني وأنقاذ البلاد من التشطي والإنقسام وأيضا التردي للأوضاع على كافة المستويات التي يعيشها الشعب اليمني ونأمل من جميع أبناء الشعب اليمني الوقوف التام إلى جانب مجلس الإنقاذ الوطني كونه الركيزة الفاعلة من جانب الجنوبيين للدفاع عن ثورة السادسة والعشرين من سبتمبر والرابع شهر من أكتوبر وفي سيقنا متصل أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في محافظة المهرة سعيد محمد عفري سعية سعودية لتوسيع نفوذها في المهرة وأوضح عفري في تصريح للمهرية أن اتفاق الرياض في مجمله لم يكن لمصلحة اليمن بشكل عام مشيرا إلى أنه استبعد كيانات سياسية موجودة وأصر على وجود كيانات أخرى الأمر الذي برهن على عدم جدية التحالف في تحقيق مصلحة اليمن والوصول إلى توافق في البلاد على حد تعبيره وأضف أن نوايا المجتمع الدولي لم تتضح بعد رغم أن تحالف السعودية والإمارات لم يقم بالدور المنوط به في اليمن دعيا أبناء المحافظة لمواجهة أطمائه نبقى في المهرة حيث قال مدير مكتب الصحة والسكان بالمهرة عوض مبارك إن خطر الإصادة بوباء كورونا لا يزال قائما وإن المحافظة سجلت عددا من حالات الإصادة في الأيام الماضية ودعا مبارك في تصريح خاص للمهرية جميع أبناء المهرة إلى التقييد بالإجراءات الوقائية وأخذ الحيطة والحذر للوقاية من الوباء لا يزال هناك حالات اشتباه كورونا وحالات أخرى مؤكدة بالكورونا من خلال الفحص البي سيار الذي أدخل حديثا على مكتب الصحة والسكان وبدأ العمل به من الأسبوع الحالي بصورة رسمية وتم اعتماده عن طريق وزارة الصحة العام والسكان بتوجيه رسالة خطية رسمية إلى وزير الخارجي باعتماد الفحص للكورونا أو البي سيار عبر المحافظات بالأمس القريب من ضمن الحالات لدينا حالة توفيت بالكورونا بعد إجراء الفحصات تأكدنا من إصابتها بالكورونا فلهذا أوجه كلامي للأخوة المواطنين ولكافة القطاعات على الاهتمام والالتزام بالنصايح ونصح أهاليهم بالتباعد الاجتماعي بالأبس الكمامات بالحفظ على المعقمات لتخفيف عمل معنا بدوره أكد مدير مستشفى الغيظة في محافظة المهرة محمد محسن بلحاف الانتهاء من تركيب جهاز فحص بي سي آر وتمام تدريب الطاقم الطبي عليه وفق معايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية وأضف بلحاف تصريح خاص بقناة المهرية أن السلطة المحلية تعمل على توفير جهاز فحص بي سي آر آخر لمنفذ شحن بنتيجة أو نتيجة لبعد المسافة بين شحن والغيظة مشيرا أن منظمة الصحة العالمية وعدت بتوفير جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الغيظة الجهاز الآن موشقال على قادمة نوساق والمفنيين متدربين مقيدين على الجهاز والآن ماخذين النوبات والدوان بشكل مستمر الجهاز يوفر المريض عمان السفر إلى برة أو إلى مكلة أو فحص المحلي المكلة الآن أصبح بتناول المريض يعمل فحصه وفي المحافظة ويتخف عليه عباء السفر ومشقة السفر والتكاليف الأخير الآن في توجهات من السلطة المحلية أن يعمل جهاز بي سي آر آخر لمنفذ شحن الدولي وذلك تخفيف الأعباء على المسافرين وجاري العمل على إجراء الفترة المقبلة إن شاء الله على صعيد آخر دشن الوكيل الأول لمحافظة المهرة مختار محمد الجعفري توزيع 1350 حقيبة صحية على النازحين والمهمشين بالمحافظة وخلال التدشين قال الجعفري إن سلطة المحلية ستقدم الدعم والتسهيلات كافة لمنظمات المجتمع المدني والوحدة التنفيذية لتخفيف معاناة النازحين في هذا اليوم نيابة عن قيادة السلطة المحلية نتشرف بتدشين الحقيبة الصحية المقدمة من اليونسيف بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية بالمحافظة نحن في السلطة المحلية نؤكد على أننا سنقدم كل الدعم كل التسهيل لعمل المنظمات الدولية ولعمل الوحدة في المحافظة استهداف النازحين والمهمشين في المحافظة في هذا اليوم ندشن مواد النظافة المقدمة من منظمة اليونسيف لمحافظة المهرة وتستهدف هذه المواد فئات المهمشين والنازحين نظمت ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا عرضا عسكريا في مقر اللواء الأول مشاثم بحري بمحافظة أرخبيل سقطرة رفعت فيه أعلام الانفصال وصور زعيم المجلس عيدروس الزبيدي وأكدت مصادر محلية أن آليات عسكرية سعودية ومعدات ثقيلة ودبابات نهبتها ميليشيات الانتقالي شاركت في العرض العسكري وبحضور زعيم المجلس في الجزيرة رأفة الثقالي الذي شدد فيه كلمة له على مشروع الانفصال واستعادة الدولة الجنوبية وأظهر العرض العسكري حجم الدعم السعودي لميليشيا الانتقالي في سقطرة ومشاركة المعدات العسكرية لتعزيز نفوذ وسيطرة الانتقالية على الجزيرة رغم المطالب المتكررة من قبل الحكومة الشرعية بضرورة تطبيع الأوضاع وخروج الميليشيات منها بدوره قال رئيس الاتلاف الوطني الجنوبي في جزيرة سقطرة أحمد جمعان إن الاستعراضات العسكرية لميليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات لن ترهب أبناء الجزيرة وضف جمعان أن جميع الخيارات مفتوحة لاستعادة الدولة ومؤسساتها الرسمية مشيرا أن ما خلفه الانقلاب هو كارثة على أبناء سقطرة وأكد أن هناك عمليات تجنيد جديدة لعناصر يتم ضمها لميليشيات الانتقالي في أرخبيل سقطرة وشرى أن 90% من القوة البشرية لللواء الأول مشاتم بحري توقفت عن الخدمة جراء الانقلاب وكشف جمعان أن المدرعات التي قدمت من التحالف لدعم الحكومة الشرعية هي اليوم بيد الميليشيات أقامت ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عرضا عسكرية للمرة الأولى في جزيرة سقطرة ضاربة عرض الحائط كل الدعوات المنادية بإنهاء التمرد وإعادة تطبيع الأوضاع في الجزيرة تفاصيل في هذا التقرير لا جديد يحكى في هذا المشهد فالانقلابيون هم أنفسهم وإن حاولوا عبور سلم الوطنية فمنذ وقت ليس بالبعيد استجمع هؤلاء قواهم العسكرية ومرتزقتهم للانقضاض على سقطرة التي كانت حتى وقت قريب خارج معادلة السرع واليوم وبعد أن حصل هؤلاء على عقد طويل الأجل من قبل السعودية والإمارات تستعرض ميليشيا المجلس الانتقالي ترسانتها العسكرية في هذه المساحة الجغرافية لتثبت وجودها بالقوة ضاربة عرض الحائط بمناشدات الحكومة التي تطريقها بين الحين والآخر بضرورة إعادة تطبيع الأوضاع في سقطرة تشهد سقطرة اليوم اختتاما لمشروع السيطرة عليها من قبل الإمارات التي بدأت بإزاحة الشرعية من عاصمتها المؤقتة عدن والزحف إلى بقية محافظات جنوب البلاد وفي كل حين تحضر الأجندة السعودية في سياق السراع الحالي في الجزيرة متخذة من الحكومة الشرعية غطاء لها فبرزت في ذلك العرض مساندة للميليشيا عبر رفضها بالعديد من المصفحات والعربات والأسلحة لتكشف عن زيف لطالما ادعته وهو دعم الحكومة الشرعية تعجس قطر اليوم بالفوضى والخراب وتتقادفها الأزمات واحدة تلو الأخرى في حين يمضي تحارف السعودية والإمارات في الإعاز لأدواته في سلخ المحافظة عن هويتها وفصلها عن اليمن وهو ما يزيد من قتامة المشهد هناك خصوصا مع غياب الحكومة عن تسجيل أي موقف جاد تجاه ما يحدث في الجزيرة التي باتت على ما يبدو خارج أولوياتها على صعيد آخر بدأت الإمارات بتسيير رحلات جوية مباشرة من دبي إلى جزيرة سقطرة دون موافقة الحكومة الشرعية وأظهر إعلان تابع لشركة طيران السعيدة يروج لرحلات مباشرة بين دبي وسقطرة يتهدى بعد سيطرة ميليشيات الانتقالية على الجزيرة بقوة السلاح نهاية يونيو الماضي ودعوات الحكومة بانسحاب الميليشيات وإعادة أدواتها وإعادة عفوان الدولة ومؤسساتها دانت وزارة الخارجية ما تعرض له موظف الهلال الأحمر التركي من اعتداء مسلح من قبل مجهولين في العاصمة الموقتة عدن يوم أمس الاثنين وأكدت الخارجية في بيان لها قيام الجهات المختصة بمتابعة القضية وملاحقة الجنات للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون وأشارت الوزارة إلى أن المجنية عليه يتلقى حاليا العناية الطبية في أحد المستشفيات بالعاصمة الموقتة عدن وكان مسؤول إغاثي تركي قد أصيب بجروح بلغة جراء محاولة اغتيال برصاص مسلحين وسط مدينة عدن الخاضعة لسيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بدورها استنكرت الجالية اليمنية في تركيا محاولة اغتيال المسؤول في الهلال الأحمر التركي علي جان بوداكا في العاصمة الموقتة عدن وأدعت الجالية وزارة الداخلية وقيادة السلطات المحلية في عدن إلى سرعة الكشف عن هوية جنا ومنفذي الهجوم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم وأكدت الجالية أن استهداف فرق العمل الإنسانية التي تعمل في إطار خدمة المجتمع اليمني الذي يعاني ويلات الحرب منذ خمس سنوات يعد جريمة كبرى وخروجا على أخلاق وعادات المجتمع اليمني من جانبها دانت وزارة الخارجية التركية الهجوم المسلحة على موظف الهلال الأحمر التركي في العاصمة الموقتة عدن وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة إلقاء القبض على منفذي الهجوم الغادر الذي استهدف موظف الهلال الأحمر التركي علي جان بوداكا في أقرب وقت ممكن وتقديمهم للعدالة قال مسؤول المساعدات بقسم الشرق الأوسط في الهلال الأحمر التركي فرحات سور مالي إن حالة موظف الهلال الأحمر التركي الذي أصيب في عدن مستقرة ولا يزال في العناية المشددة في أحد مستشفيات عدن وشدد سور مالي في مداخلة هاتفية للمهرية على قيام الأجهزة المعنية بواجبها للعثور على المجرمين وتقديمهم للعدالة مؤكدا أن هدف تلك العملية هو إيقاف أنشطتهم وتوجيه رسالة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني كافة وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني ليسوا أهدافا لأنهم يعملون من أجل الإنسان دون تحيز مشيرا أن الهلال الأحمر التركي يعمل في المناطق اليمنية كافة النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل مسلحون مجهولون يغتالون ضابطا في عدن وسط انفلات أمني جراء سيطرة ميليشيا الانتقالي موسيقى 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 اشتركوا في القناة وقالت مصادر محلية إن المسلحين أطلقوا النار على الجعدني من على متن دراجة نارية بينما كان مراً بسيارته في حي الكثير قرب تقاطع خط التسعين في المنصورة وتعد هذه الحادثة الثانية في المدينة خلال 24 ساعة بعيد إصابة المسؤول المالي في منظمة الهلال الأحمر التركي علي جانبوداك بعيار ناري في الرأس خلال محاولة اغتيال مماثلة وضع أمني هش وحوادث فوضى واغتيالات عنوان عريض لخارطة المشهد العدني في ظل سيطرة ميليشيات الانتقالية التابعة للإمارات فلا أكاد يمر يوم على المدينة دون حادثة اغتيال أو اختطاف إلى التفاصيل تتواصل حوادث الاغتيالات والانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة ميليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات فلا تغفو المدينة على حادثة حتى تصح على أخرى كان آخرها قيام مسلحين مجهولين باغتيال ضابط في الأمن القومي بمديرية المنصورة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء شهود عيال أفادوا أن مسلحين على مثل دراجة نارية تمكنوا من إطلاق الرصاص الحي على الضابط ناصر الجعدني بينما كان يمر بسيارته عند تقاطع حي الكثير بمديرية المنصورة وعلى إثنها فارق الحياة حوادث الانفلات الأمني تتجدد بين الحين والآخر حيث شهدت المدينة قبل ساعات من مقتل الجعدني محاولة اغتيال استهدفت المسؤولة المالية للهلال الأحمر التركي بعدن علي جان بوداك بعد أن تمكن مسلحون من إطلاق النار عليه بشكل مباشر الفوضى الأمنية ومعدلات ارتفاع الجريمة تزداد بشكل ملحوظ في ظل عدم تمكن مدير الأمن اللواء أحمد الحامد المعين بقرار جمهوري من استلام منصبه وفقاً لاتفاق الرياضي الموقع بين الحكومة الشرعية وميليشيات الانتقال المدعومة من الإمارات وتبدو شواهد والأحداث كثيرة والموت لا يستثني أحداً في عدن سواء كان ضابطاً في الأمن أو عاملاً في منظمات إنسانية أو مواطناً عادياً قرر الخروج من منزله والفاعل مجهول ولاذ بالفرار في كل مرة بدأ فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي زيارة هي الأولى لمحافظة حضر موت برئاسة الخبير في القانون الدولي الإنساني ماري توغاس والتقى وكيل محافظة حضر موت عمرو بن حبريش العليه برئيس وأعضاء فريق الخبراء الأممي وأعرب عن استعداد السلطة المحلية لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمة فريق الخبراء الأممي والتعاون على إنجاح المهام المكلة له وقدم بن حبريش شرحاً تفصيلياً عن الأوضاع الرهنة والتحديات والصعوبات التي تؤاجه سلطة المحلية في الجوانب الخدمية وقضايا معيشة المواطنين والجهود التي بذلت لتطبيع الحياة بعد القضايا على العناصر الإرهابية في ساحل حضر موت إذن مشاهدين كرام وحول موضوع الاغتيالات المستمرة في عدن منها محاولة اغتيال موظف مالي في الهلال الأحمر التركي وحادثة أخرى حدثت هذا اليوم معنا حول هذا الموضوع السيد مدرم مدرم أبو السراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري سيد مدرم مرحباً بك معنا بداية برأيك ما هي أسباب تصاعد عمليات الاغتيال في عدن خلال اليومين الماضيين بالمزيء بالنسبة لمجلس الحراك الثوري ومكونات الحراك الجنوبية قاطبة وزكان وأبناء عدن ومناطق الجنوبية كما لمجناهم يدينون كل العمليات الإخهابية لأي طواقم كانت خاصة الطواقم والمنظمات التي تعمل بإغاثة أبناء عدن وأبناء الجنوب المنكوين منذ 2015 فتلك المنظمات هي تعمل على تخفيف العب وعلى تخفيف كاهل العب الذي يناط المواطن لتوفير لهم الإمكانيات المتاحة لها وهو ذاك العمل ليعد عملية آمرية عملية جنيئة لحق أبناء عدن لحق أبناء عدن البسطاء الذين يستفيدون من تلك الخدمات حتى ذلك العمل لا ينمع الإنسان عاقل أن يقيم أن يعمل فيه ولكن هناك جهات تتآمر على عدن وتلك الجهات هي التي وراء سوء الخدمات وسوء الإمكانيات من التهربع المتوفر المتهرباء والماء والارتفاع الأسعار والانفلاثات الأمنية وسوها في عدن وإلا لماذا يتم استهدام طاقم يعمل عمل إنساني عمل خيري يقدمه لأبناء عدم تقسم وأتى من بلاده سيد مدرم خطف عناصر في الهلال الأحمر في الأيام السابقة وأيضا محاولة الاغتيال التي تعرض لها المسؤول المالي للهلال الأحمر قبل يومين يعني من هي الجهة المستفيدة برأيك من الهجوم على هؤلاء وعلى أيضا الضباط اليمنيين وموظف الإغاثة الذي ذكرته قبل قليل نستطيع أن نقول إن وراء من عمل تلك الجريمة الشنعاء المدانة إنسانيا وأخلاقيا هي الجهات التي تسعى على إبقاء عدم والمحافظات الجنوبية على أوضعها السيئة تلك الجهات التي تعمل بإبقاء عدم لا كهرباء لا ماء لا خدمات لا رواتب لا أمن هي المسؤولة وخاصة إننا إنني بصفتي نائب رئيس المركز السياسي للحراكة السوري أحمل التحالف فالتحالف العربية المتمثل العربية السعودية والإمارات وكل إمكانية عدن هي مناطة عليهم ولا لم يقدر فهرب أو بالأصحة انتحب الإماء الهلال الإماراتي ولم يقدم شيء وبقى الإماء الهلال السعودي في عدن ليقدم التمر والخدمات الرديئة جدا أولئك هم وراء ما يجري في عدن أولئك منعوا أنا أقول أولئك منعوا عن تقديم تلك الخدمات لعدن ولذلك لا يريدون أي جهات أخرى أن تقدم الخدمات إلى عدن بل أن توصل لهم العمالة أو الخلاقة البنية من الإغتيالات فذاك لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمن طيب إذن السيد مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري كنت معنا عبر الهاتف نشكرك شكرا جزيلا إذن مشاهدين كرام كنا معكم في نشرة أخبار آخر اليوم لكم في نهايتها من التحية في أمان الله اشتركوا في القناة